خلف قرار فتح الحمامات طيلة أيام شهر رمضان ارتياحاً في صفوف أرباب الحمامات والعاملين بها في مدينة الدار البيضاء بعد أن كانت تفتح خلال أربعة أيام فقط في الأسبوع إثر التدابير المتخذة لترشيد استهلاك المياه وعلى غرار باقي المدن تلقى أرباب حمامات في المدينة المتربولية إشعارات شفوية من السلطات العمومية تسمح بفتح الحمامات يومياً طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء وقال عبدالله أطرح من بين أرباب ومستغل الحمامات في مدينة الدار البيضاء لاليوم أربعة وعشرون بأنه تم إشعار عدد من أرباب حمامات تقليدية من طرف السلطات العمومية بقرار السماح بفتح أبواب الحمامات طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان وأضاف أن الإغلاق الجزئي الذي قررته السلطات أضر كثيراً بأرباب الحمامات الذين يتكبدون خسائر مادية هامة وأبرز أن عدداً من الحمامات فتحت أبوابها بالفعل ابتداء من يوم الاثنين في الدار البيضاء غير أن السلطات المحلية منعت بعضها بحجة أن هذا القرار يخص شهر رمضان أي يوم غد الثلاثاء وكانت السلطات المحلية قد قررت منع نشاط الحمامات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع داعية أصحاب الحمامات إلى العمل على اعتماد تقنيات غير مستهلكة للماء وذلك بالنظر للخصاص المسجل في الموارد المائية الناجم عن توالي سنوات الجفاف وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد السكان بالماء الشروب في ظروف عادية موسيقى